أبو نذير يسأل يقول بالنسبة للإنسان إذا تبرع بالدم هل يكون صدقة؟ نعم يا أبا نذير بالنسبة للمتبرع بالدم ينبغي له أن يستحضر النية وأن يصلح الطوية وأن ينوي بهذا التصدق أن ينوي بهذا التصدق فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم صح عنه أنه قال من استطاع أن ينفع آخاه فليفعل ولذلك التبرع بالدم قد يكون فيه إحياء لأنفس معصومة قد يكون فيه صدقة على جميع الخلق والله جل وعلا يقول ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولذلك وصية لإخوتي الذين إخواني وأخواتي اللي يتبرعون في الدم أن يستحضروا النية أثناء التبرع بالدم يستحضروا النية وأنها تكون صدقة وقد يجعل الله عز وجل بتبرعه حيال للآخرين يحيي الله عز وجل به آخرين